اشتركوا في القناة اقمار الاستشعار عن بعد التابعة لوكالة الفضاء الامريكية ناسا في صحراء الجزائر حيث بدأ بالفعل ارهاصات الظهور الكبير للبحر المنتظر والذي كان قائما في العصور القديمة واندثر بفعل التغيرات المناخية لقد ابدى كثير من علماء الشرق والغرب اهتماما كبيرا بهذا الحدث الفريد الذي اعاد التساؤل من جديد هل تعود الصحراء الجزائرية الى سيرتها الاولى وتتدفق انهارها وبحيراتها القديمة وتتحول الوديان الجافة الى جنة من المروج والبساتين الخضراء شاهد للنهاية لمعرفة تفاصيل مهمة اهلا وسهلا بكم وكل التحية لحضرتكم المكان وادي الساورة في الجنوب الغربي من صحراء الجزائر قريبا من الحدود الجزائرية المغربية الزمان ما بين افول العام الفان واربعة وعشرون واطلالة العام الفان وخمسة وعشرون للميلاد الحدث مجموعة اقمار لندسات التابعة لناسا والمتخصصة في مراقبة الارض تلتقط صورا واضحة لنشوء بحيرة ضخمة ظهرت حولها نباتات وشجيرات بدت في الصور بلون اخضر داكن مما يدل على كثافة نموها وقد زاد من اتساع هذه البحيرة الهطول المطري الغزير والغير مسبوك الذي شهدته صحراء الجزائر مؤخرا وبالاخص ولاية بشار مما تسبب في جريان المياه عبر مصارات وادي الصور القديم والمرور تحت الطريق الوطني رقم ستة ومن ثم الوصول الى سبخة مالح التي امتلأت عن اخرها وبحسب ناسا فان ظاهرة الامتلاء هذه مرشحة للتصاعد خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من فيضانات هائلة رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية ووفقا لتقرير علمي نشرت مقتطفات منه مؤخرا بصحيفة ديلي ميل البريطانية فان تتبع صور ناسا يظهر ان قلب صحراء الجزائر يوم الثاني عشر من اغسطس اب الماضي ليس كما بعده حيث كانت البداية الحقيقية لتشكل البحيرة الضخمة التي اكتست اجزاء واسعة منها بغطاء اخضر كبير من التحالب والاعشاب والنباتات المائية لقد رصد السكان المحليين معجزة التشكل العظيم للبحيرة بدهشة واستغراب فالحدث جد فريد تداعيات الحدث في اطار البحث العلمي وتحليل معطيات ناسا اتفق نفر من كبار العلماء المعنيين بالتاريخ الجيولوجي ورصد المتغيرات المناخية على ان ظهور هذه البحيرة الكبيرة في وسط الصحراء الجزائرية ليس بالحدث العابر الذي نمر عليه مرور الكرام بل هو بالاحرى ظاهرة نادرة جديرة بالتأمل كونها تحمل اشارات واضحة على ان المنطقة الصحراوية تشهد الان تحولات مناخية سوف تعيدها الى سيرتها الاولى حيث تشير الدراسات الجيولوجية والحفريات الاثرية على ان هذه المنطقة الصحراوية كانت في العصور القديمة ذات اراضي رطبة مغطاة بالنباتات الكثيفة العامرة بالحياة وتموج فيها مياه البحيرات والانهار التي نشأت على ضفافية حضارات عريقة تعقبت على مر العصور وما زالت بعض اطلالها بادية للعيان والنظر بالامثال ففيها الدليل والبرهان حضارة كورارا التي كانت قائمة في المنطقة الشمالية الشرقية للصورة واتخذت من تيميمون مركزا رئيسا لها وحضارة توات في المنطقة الجنوبية للصورة ومن ابرز مراكزها الحضارية اضرار وتمن طيط وبودا وحضارة تيد كيلت في اقصى جنوب منطقة الصورة ومركزها الرئيس اولف وحضارة الصورة الشمالية والتي كانت قائمة في اقصى المناطق الشمالية الغربية لواد الصورة وابرز حواضرها القنادسة وتغيث ونطرح لمشاهدين الاعزاء هذه التساؤلات هل تعتقدون حقا في عودة الصحراء الجزائرية الى سيرتها الاولى وان رمالها سوف تتحول الى اراضي رطبة من جديد وهل ظهور البحيرة الضخمة في وادي الصورة مؤشر على هذه العودة وكيف يكون مستقبل الجزائر اذا تحقق ذلك نرحب بتعليقات مشاهدين الكرام ونأمل ان تتسم تعليقات بالاراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر